في ليلة الجمعة كل هذه الآية مائة مرة تحقق كل ما تريد في نفس اليوم لمن أراد المال والغنى والرزق السريع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام أتمنى دايما يا رب أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب معنا اليوم آية عظيمة أنا أقول عنها معجزة لكل من عنده وهموم وعليه ديون ويسعى للرزق ورزقه قليل إخواني وأخواتي في الله إليكم هذه الآية ما من أحد ردد هذه الآية بهذه الطريقة في هذا الوقت إلا وقضيت حاجته بإذن الله تعالى وزاد رزقه وصب عليه الخير والبركة الأشخاص الذين رددوا هذه الآية من الله عليهم بالرزق الكثير الوفير والبركة والخيرات فائدة عظيمة وعجيبة بسر آية قرآنية معجزة ما من أحد ردد هذه الآية بهذه الطريقة وبهذا العدد ثم أتبعها بهذا الدعاء إلا وتغيرت حياته بالكامل وزادت عليه أرزقه الأشخاص الذين طبقوا هذه الآية وبهذه الطريقة يعلمون فضل هذه الآية فأنا حبيت أوصل لكم هذه الفائدة للإخوان والأخوات بإذن الله تعالى إنها قوية جدا ومفعولها قوي وسريع فقط عليكم أن تقوموا بها بهذه الطريقة وبهذه الخطوات الرزق من الله عز وجل إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ربنا سبحانه وتعالى يوزع الأرزاق والأرزاق أنواع فالإنجاب رزق الذرية رزق الصحة رزق المال رزق السعادة رزق التوفيق رزق فأين إن كان هذا الرزق الذي أنت تسعى إليه وتطلبه من الله عز وجل أقول لك هذه الآية كفيلة بإذن الله في تيسير أمر الرزق لك لكن عليكم النية يعني قبل ما نبدأ نردد هذه الآية نحدد النية لترديد هذه الآية ونكون نعرف الأمر الذي إحنا نسعى إليه أي الرزق اللي إحنا بنسعى إليه هذه الآية تقال في أي وقت لكن من المستحب والأفضل يعني الأشخاص الذين طبقوا هذه الطريقة أو الفائدة قاموا بها في ليلة الجمعة يعني آخر ساعة من يوم الخميس فوجدوا الخير الكثير والعطاء من الله عز وجل طبعا مهما كان أمرك صعب ومطلبك تظن أنه مستحيل بترديد هذا الدعاء وهذه الآية مقضي بإذن الله لازم يكون عندكم حصن الظن بالله والتوكل على الله والإيمان الكامل بأن الله هو القادر المقتدر وهو الذي بيده الرزق رزقك ليس بيد إنسان ولا بيد حد فلا تخاف ولا تعتلهم توجهوا إلى الله بقلب خالص صادق مطمئن لله عز وجل نأتي إلى أمر الرزق وهذا الدعاء المبارك كالعادة قبل ما نبدأ بأي دعاء علينا أن نبدأ بقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصغة الإبراهيمية ولو لمرة واحدة ولو كانت عشر مرات أفضل لأي دعاء نصحت أي إنسان بترديد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ بالدعاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن ينتهي من الدعاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية والله كانت النتيجة أسرع من الأشخاص الذين بيرددوا الدعاء فقط فأي أمر بين صلاتين لا يرد لا يرد كرامة وحبا وإجلالا من الله عز وجل لحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فصلوا على النبي قبل البدء بأي أمر ثم يجب أن نردد هذا الدعاء في جلسة واحدة والأفضل الأفضل أن يكون بعد صلاة المغرب مباشرة نكون على طهارة نرتدي أحسن ثياب وأطهر الثياب ويفضل وضع المسك أو أي رائحة طيبة وجميلة فنتوجه إلى القبلة الشريفة بعد صلاة المغرب مباشرة ونبدأ بترديد هذه الآية المباركة 100 مرة متواصلة ويفضل أن نحضر القرآن الكريم ونردد هذه الآية 100 مرة دون انقطاع أو انشغال ونتتبع كل حرف منها فهذه الآية فيها الخير وفيها البركة وأجرها ومفعولها سريع جدا بإذن الله تعالى ثم بعد أن نردد هذه الآية المباركة 100 مرة نردد هذا الدعاء قوي جدا بإذن الله لكن بيقين وبقلب منشرح بالله مطمئن بالله صادق لا يوجد به أي شك والله لو طبقتم هذه الخطوات مثلما قلت بالظبط ستلقى بحاجتكم إن شاء الله في نفس اللحظة وبنفس الثانية وبتجربة من أحد الأشخاص يقولون من تهيت من هذا الدعاء إلا وبعد ساعة آتاني اتصال كان فيه الفضل سبحان الله العظيم القليل جدا من يدعم الفيديوهات الإسلامية بإعجاب تمنيت ولول مرة واحدة فقط أن يصل فيديو إسلامي إلى ألف إعجاب إني أسألكم بالله أن تضغطوا على زر الإعجاب أتعلمون لماذا لكي يصل هذا الفيديو لأكبر عدد من المسلمين وتعم الفائدة فلا تنسى الدال على الخير كفاعله وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا نتمنى قبل النهاية وضع تعليق بالصلاة على خير البشر سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله يجزى بها بعشرة والله يضاعف لمن يشاء فأكثروا من الصلاة على خير البشر محمدا صلى الله عليه وسلم فمن صلى عليه مرة يجزى بها بعشرة والله يضاعف لمن يشاء نبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذه الآية الكريمة المباركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم نردد هذه الآية مائة مرة زي ما قلت لكم بالزبع ثم نتبع هذه الآية الكرآنية المباركة بهذا الدعاء يعني بعدها نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية ثم نردد هذا الدعاء اللهم إني أسألك بعلمك الذي لا يعلمه سوىك فأنت علام الغيوب اللهم أبسط في رزقي فإنك تبسط الرزق لمن تشاء الدعاء مرة ثانية اللهم إني أسألك بعلمك الذي لا يعلمه سوىك فأنت علام الغيوب اللهم أبسط في رزقي فإنك تبسط الرزق لمن تشاء نردد هذا الدعاء ثلاث مرات متتالية فهذا الدعاء قوي جدا الأشخاص اللي عاشوا مع هذا الدعاء يقولون إنهم وجدوا النتيجة في الحال يوجد شخص يقول أنا طبقت هذه الطريقة ويقسم هذا الشخص إنه بعد ساعة أتاه الله الرزق بمكالمة من أحد الأشخاص كان فيها الفرج والرزق جربوه لن تندموا فأي شخص عنده أمر يسعى إليه ورزق يريد أن يدخل عليه إليكم هذه الطريقة وهذه الآية وهذا الدعاء طبقها بيقين وبثقة في الله ولا تفعل معاصي حتى يتقبل الله منك أضمن لكم لو طبقتموها بيقين تاك وصادق لله عز وجل وإيمان تام بالله عز وجل ليس هناك أي شك في نفس اللحظة ستنقضي حاجتك بإذن الله وسيصب عليكم الرزق والخير آخر شيء نختم فيه هذا الفيديو اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يستجيب لي ولكم الدعاء ويحقق أحلامنا وآمالنا وأن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم إني نستعيز بك من الفقر والحاجة اللهم أجيرنا من الفقر والحاجة اللهم أهدي أولادنا وبناتنا اللهم أهدي أولادنا وبناتنا إلى صراطك المستقيم وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنصر إخواننا في فلسطين اللهم ألهمهم الصبر والسلوان اللهم أشفي جرحاهم وأرحم موتاهم اللهم أشفي كل مرضى المسلمين اللهم أرحم كل موتى المسلمين والمسلمات آمين آمين يا رب العالمين وفي الختام أسأل الله أن يوفق كل مرأة هذا الفيديو وأن يحقق له كل ما يتمنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم فيه